السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا لهذا اليوم راح تتناول كيفية تنثيل توزيع الهطول للانطار او اي متغير مناخي اخر كأن يكون درجات الحرارة او كأن يكون اي متغير مناخي اي كلايمت فارغه فشين الخطوات اللي لازم نبتبعها احنا حتى نسوي رسم لتوزيع او خارطة توزيع الكنتورية خاصة بالمتغير المناخي طبعا بالمناسبة يعني اول شي لازم نحن متوفر ملف الاكثر ملف الاكثر ملف الاكثر شي ضمن اكيد انا من اريد ارسم التغير المناخي او مثلا التحليل التوزيع الوطاني شون تقول احنا مثلا البرزبوتشين تيمبوتشار anything اول شي لازم تكون ادنى الشيب فايل خاصة منطقة الدراسة متوفر اما الشيب فايل او توفر الورد ميغريسي تقدرت شون تعرف فندن الاثنين هاي مسوي انا عن الفيديو كامل تعرف شون تقص مثل ما نقول البيس ماب الخاص يعني على قدر الشيب فايل الخاص بك او تقدر تستخدم الشيب فايل فقط هسان ذو ما ضللت الشيب فايل اطلع لي هذا وهذا الريتش حصرت عليه من سويت تحليل الورترشي فهذا الريتش وهذا هنا اس هنجي حتى انا ارسم خريطة توزيع الامطار او اي متغير مناخي اخر لازم او يعني مثل ما اتفقنا ننوفر هذه الامور نرجع لازم عندي ملف اكسل ملف الاكسل يضمن لي اسم الستيشن اذا عندك متوفرة الها اسمات تكتب اسماها وكذلك احداثياتها التوزيع الالتوزيع 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 لكن اوكي لا بأس انو تبقي وشون اطلع الالتوزيع مخاص بكل محطة عندنا فيديو يوضح لك السقيط هذ المتغيرات المناخية اللي اريد ارسمهم انا كأن يكون سقيط معدد وسهذا وحداته من الملي معدد هنا لا تلاحظونه او التمبرجر حسب انها عدنا التمبرجر ماكس والتمبرجر منيمام وعندنا الأفرج يعني التمبرجر بصورة عامة لا ماكس و لا منيمام كأن يكون مثلا الالتوزيع هومولتي والدسبيت سال الرائداجين اني كلام الارضياب اريد ارسمة نجي لازم باننا هذا ملف الاكسل نتوفر عندك بيه لكل محطة المعدل الخاص بيها على حسب المتغير اللي انتك ريده اول شي تروح على الملف تحق تسييفه بصيغة التكست وتختار مكان لابر اس بي مثلا هنا سنطفار بالديسكتور من اختار بالديسكتور راح يصير التسييف على هذا الاساس فهذا احفظه نحفظ راح يكون بهذه الصيغة تختار هاللي هي تيكست هنا ايه تيكست يكون عندك صيغة عديدة للتكست تختار الصيغة اللي هي هاي تاب ديميليتد هاي تيكست تاب ديميليتد بعد ما تختارها تقولها سيف تسييفه بالديسكتور هاي الصيغة هسه راح اغلق الاكسل ملف الاكسل ارجع احنان استدقي الملف اللي ااني عملته بهذه الصيغة وين ااني سيفته اقدر انو استدعي ليه هنا ايه هذا الملف مثل ما تلاحظه هنا اهنا خلينا اختاره انا سيفته بالديسكتور هذا الديسكتور هنا اقدر انو استدعي الملف الخاص بيه فقط اتاكد انو الملف موجود هنا ايه استدعي للملف بعد ما استدعي الملف راح اقدر اشتغل عليه وارسم الطرق الخاصة فنستدعي الملف اول شيء منا هنا اداته وانان نسيفته اللي حولته من اكثر الى تيكست استدعي هنا ايه اروح على الملف اللي استدعيته اسوي له ديسيبلي اكس واي داته انطي اللاتيتيود شي يمثلي بمناسبة يظهر لك المتغيرات الموجودة بكلها فهسه ش يتمثلك هنانا اللاتيتيود الخاص بال يعني كبيانات تتأكد ايضا من الاحداثيات النظام عشانو انت شغلك يعني اصلا الشيب فايل والريت وغير عليها احداثيات تتأكد انت مثلا بالنص على فلازم تكون كلها نفس الاحداثيات هساني كلها على WGS 84 اتأكد منعتها انه نفس الاحداثيات كأن تكون متغيرة بعد ذلك راح اقولها اوكي اقول لي انه هل انت تريد تحددها اوكي فهسه انه احددتهم دللاحظ ظهرهم هنا خلي اغيركم اللون ونكبر البيانات حتى تكون واضحة نمطيها size اكبر واللون ايضا نغيره مثلا نختار اي لون مغاير ثاني كأن يكون هذا الازرق لاحظ هذه هي المحطات الستيشينات والزحة بالاول تمام اروح على هذا ملف المحطات اللي صعد من هنا الى هنا بعد ما قلت دي سيبلي اكس واي فلاحظ كان ببداية هالشكل من سويته دي سيبلي اكس واي صار بهذا الشكل اروح اسويه اسوي له تصدير اصدره لكن اصدره بصيغة الشيب فايل هاي الخطوة كلش مهمة هسه راح تقول وين استفاد معكها هسه راح تجو الخطوات اللي تبعين لك الفائد الخاصة بها هسه تختار اي مكان انت كأن تكون بالدسكتور اي مكان انت تختاره بالدسكتور كأن تكون بالدسكتور هسه راحانا سيبه انطيفة اسم مثلا اكتب انه station مثلا ماب anything ماب رينفول 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 اختار الصيغة منها اقول لها shape file صارت هنا dot shape بعد ذلك اقول لها save اقول لها اوكي تمام اتسيب الخزن لي هل تريد انت تخزنة اوكي دي يقول لك هتريد تظهر هنا موجود لو فقط تخزنة اي نعم انا اريد ايضا هنا يظهر ديو وانت ادد الاكسبريت الداتا على هذه الطبقة نعم لاحظ من قد نعم تظهرها هذا سماها ماب رينفول اوكي هسا الهنان ماكوكوكوكوشكال ان شاء الله اه نرجع لهنا حتى اني ارسم خريطة توزيع الامطار او خريطة توزيع اي متغير مناخي بالمناسبة طيب اي طريقة انا اختارها طريقة الاستيفاء الخاصة حتى ابين التحليل المكاني لتوزيع الهطول توزيع درجات الحرارة توزيع الرطوبة النسبية عدي عدد طرق طرق اللي هي الديترميناستيك متود وطرق الجيوستاتيستيكال بثرد طبعا كل طريقة مثل اهم يعني اكثر طريقة داعمة يستخدموها وتعتبر اكثر ملائمة اللي هي الـ اللي هي الانفيرس اللي هي تسموها ترجيح المسافة المحكوسة طبعا بالمناسبة اذا احد يريد يقرأ يقدر يستفال منهج بحوث يقدر راح تشفيده بخصوص هذا الموضوع ليش هاي الطريقة مهمة طريقة ايضا طريقة جد بها اكورنسي عاني لان انا لكل قيمة او لكل منطقة او لكل محطة راح تنطيني التباين الخاص بها فانصح انه قرأت البحوث يعني بهذا الموضوع اي طريقة المفروض مستخدمها تقرأ البحوث اللي هي خاصة بالـ التحليل المكاني حسب لأي متغير مناقع تريد تحليلها سنويا تحليلها سيزنال تحليلها باستخدام طرق استفاء مختلفة فهاي البحوث انه تبحث عنها بالانترنت وتقرأ حتى تعرف هذه الطرق الخاصة يعني هنا مثل ما تبنى سابقا انه انا عندي ايبي المناسبة هذا يوضح لك الستيشنات الاتتتود نفسها يقصد بي الانيفيشن عندك طرق الانتربوليشن طرق الاستفاء عندك طرق الديترميليستيك ايه الطرق الحتمية اللي هي هاي اهم يعني تعتبر افضل طريقة واوسع طريقة واشمال طريقة يستخدموها طريقة الانفيرس دستنز ويتنج ايه طريقة المسافة المعكوسة تقدر تقرأ عنها اكثر وعدك طرق ثانية اللي هي طريقة الراديال بايسس فكشن عندك طريقة الكلوبال المتعدد الاستفاء المتعدد اللوكل المحلي وعدك طرق احصائية ثانية اللي هي جيوحصائي يسموه جيوحصائي عندك طريقة هاي طريقة كلش مهمة ونسبة الاكورينسي مالتها عالية بحيث تنطيك التباين لكل محطة او لكل نقطة تمام؟ فعندك هذا الاتوسع الخاص بالموضوع عندك طريقة الامباريكل طيب وره ما هذا شون نسويهم اي طريقة تستخدم مثل شون تتاكد من مدى الاكورينسي او الدقة مالتها فلازم اكو فالوديشن تيست فمفروض تعرف هاي الامور انت صورة عامة تخص فلسفة البحث احنا هاي ما نحب نتطرق لها هنا ضمن الفيديو لكن قلت انه الشخص المفروض اللي يعرف الطريقة اللي يستخدمها طريقة نسب اللاين طريقة ادى الطرف لازم يعرف الطريقة المستخدمة على حسب توزيع بياناته هالي عشوائية نسبة الهومجيوليتي التجانس الموجود بياناته الى اخره نرجو حسن للبرنامج الاصلي مالتنا الخاص به نروح على هذا الخيار الارج طول بوكس او تقدر تبحث عنه هنا عن طريق الريسيرتش بوكس تقدر تبحث فنروح على الارج طول بوكس بعد ما يظهر الارج طول بوكس نعرف الخطوات اللي نسويها حتى نرسم خريطة التوزيع خاصة بأي منتغير مناقب نروح على الخيار الاول الخيار الاول اسمه لي هو اول خيار بالارج طول بوكس ثري دي اناليس طول بعد ما تختاره تروح على الراستر انتربوليشن شون اسوي استيفاء للراستر تضغط عليها عندك عدة خيارات يعني حاليا يعني تكلمنا عنها ال اي دي دابليو لطريقة الانفيرسر ديستنس ويتنك طريقة المسافة الترجيحية المعكوسة المسافة الترجيحية المعكوسة طريقة درقينك طريقة الناشنال نايبر اللي هي طريقة المجاورة يعني الطبيعية المجاورة طريقة السبول لاين عدك عدك طرق طريقة الترنت الاتجاه شون نحل الاتجاه فينا بالتمبورال اناليسنس فهسا لوان اختاري الطريقة ال اي دي دابليو تمام بعد ما تختارها لاحظ راح يظهر لك هذا هسا نرجع اي يقول لك ادخل الانبوت point feature بصيغة shapefile لاحظ هاي لان احنا لوان صدرين هاي القيمة بصيغة shapefile ما نقدر نستدعيها فالمفروض تصدرها وتحفظها تسيفها ضمن الملف الخاص بك اللي ضمن weather station distribution الخاص بخرائض التوزيع للمتغيرات المناخية وتضمنها تسوي اللي انت تشتغل عليه بعدين راح يطلب من عندك الزج value هسا انت تريد ترسم يا متغير احنا قبل شوي نوهنا لحظة هسا نروح هاني على هذا هذا و اقل له لحظة لواني مجرد بس اروح حتى اشوف المتغيرات المناخية اللي عندك او من attribute table لاحظ عندك عدة متغيرات المناخية هذه هي المتغيرات عندك السقير عندك درجات الحرارة العظمى الصغرى عندك الابرج عندك ممكن الـ واندسبيت فالتيام متغير المناخ راح ترسمي فهسا منا نروح هنا ونختار الـ راح يطلب من عدة الخيار الثاني الزد هسا انا لو افتغط اريد ارسم السقير اختار السقير هذا هنا الـ اختار السقير تمام اختار مكان الخزن وان انت تريد تخزنه اختار اي مكان خاص بك بالخزن تمام المهم انت قلنا احنا مفروض تسوي ملف خاص بك يتضمن مثلا نسميه weather station distribution وتخزن به الملفات الخاصة بك تسمي اي اسم وتخزن الملف الخاص بك مجرد اكون خطأ بالخزن خزنته اوكي تروح على خيار environmental وتروح على خيار processing مجرد مجرد تريد خريطة مالك توزيع لأي متغير ملاخي على طول هذه الصفحة هذه الموجودة هنا لو لا متحددة بس بمنطقة دراستك انا اكيد اريدها محددة بمنطقة دراستي لما نختار هذا الخيار لا يقول لي انه تريدها لان ما نحددها union of input متدة بصورة عامة لو some layer of rainfall تريدها لو تريدها على اساس shapefile لو على اساس base map layer of base map هسه لو اختارت عن layer of base map اقول له اوكي بعد هنا نرجع اوكي هذا النموضة مضرور تمنيهم اقول له اوكي بعد هذا الخيار هسه راح ننتظر راح يرسمنه خريطة توزيع الامطار لان اختارت السقيط او التوزيع المطري الخاص بي هسه نرجع هنه خنشوفو الخطأ وين كان خطأ فيه مكان الوام انه فقط environmental geoprocessing اهنه specify ما اختلا انا اريد اخذه مثلا كا ان يكون shapefile او في study area اختارتها على اساس الخيار اريد بص على قدر shapefile اقول له اوكي بعد ذلك اقول له اوكي 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 انا اختارت هذا المتغير المناخي حتى الرسمة للاحظ لاحظ لاحظ اوكي اغير اوكي 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 فراح تصير عليك الطريقة بشكل اكبر او تحتاج وقت اكثر فهذا الخيار راح يغنيك وراح يقصلك التوزيع يكون على فقط منطقة الدراسة للاحظ هنا توزيع الامطار يمتد من المناطق الاكثر الى المناطق الاقل امطارا على حسب التوزيع الجغرافي والمناخي الخاص بهذه المنطقة ان شاء الله نقدر احنا نكون خلال هذه المحاضرة وفيني في الجزء القصير اعرفنا من خلاله نعرف اشلون نستخدم او نوزع الخرائط او نعرف التوزيع لرسم الخرائط بالمناسبة هذه الخريطة تحتاج الى اخراج فالمفروض اروح على الخيار الثاني واصدر لها اخراج واعرف الخيارات الخاصة بها بالاخراج شون انو انا اسوي تخريج في هذه الخريطة بما يتناسب مع القياس الرسم وغيرها من الامور عندنا محاضرة بهذا الموضوع بدون ترجعوها تستفادوا منها فعنا محاضرتنا هذا اليوم تكون فادتكم اللي هي خاصة لأي متغير ملاخي نلتقيكم ان شاء الله بمحاضرات قادمة دمتم بامان الله وحفظه